ثمانية وثمانية عشر دقيقة في كورنيش موزيكة في مع الشيك الدنيا 13 اوت على ركح مهرجين بنزرت الدول يا عبد الحميد بو شناك ومرحبا مرحبا بيك ومرحبا بيك ومرحبا بل يسمع فينا لكل لباس اخوية لو الصوت ذيك فيش تبدل ولا متع راديو شخورك لو ويس خدمة خدمة صانعة ذيك اخوة لو بنزرت مهرجين بنزرت نهار 13 اوت ان شاء الله بعد عروض سفيقس عدا برشا جو وي حمد الله اي اي من احسن العروض اللي تعديو سفيقس حتلتوا حتلتوا من تسمع احسن العروض اللي تعديت اي حتلتوا فيها فيه سحر وقصة الظو هذا اللي بش نقولك علي حاجة مزينا الجمهور كيفش تفاعل مع قصة الظو مكنش تصورها نصورك ليه مكنش نتصور انا خفت من اللول من اللول هكذا انا ما قاعد تكلم ومبعد كيتويل تفجعت ومبعد كيتراد بيبليك ولوتي بوشنيق قاعد يغني وعزيز وهيلا وبحري كلهم سورسين مع الناس عاشوا اماما وماجيك ونشكر جمهور اللي ما سكتش لحظة يحبونا وحنا نحبوهم حمدو الله مهرجا بنزرت زادة كيف كيف تحضير نتصورك للعرض خلينا نحكي به شوي على قولوا نحنا مراجعات عملتها بالنسبة لي كنتي بعد كارتاج بعد الافتتاح في كارتاج بعد عمناوله اي برشة مراجعات وبرشة زادة حتيت سقايا على القاعة يعني فهمت الوضع وفهمت الواقع وفهمت المرشي نجمش نحلم بالكبير نجم اذيك نحلم كبير كما عملت كارتاج بش حق تحلمي شخصي لكن من بعد فهم برشة حسابية لازم اتتبع لكن سنيرة والعروض كتابة كلها تبدلت رو يعني فما مشيت نحا كارتاج كانت لما تاريخيا معاش بش تتعاود انتي قلتها 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 في الكونفيرانس دي بريس نقع لحفظ لوكاتورز ويتس خلوني متشائم منيش متشائم وعلي معاش تتعاود خطر صعيب بش تعاود تلم الناس هذوكم الكل على مسرح واحد واللوجيستيك صعيبة يسر فما اكثر من 22 ممثل 9 فنانين 100 راقص 100 تعازف شنو صعيب في هذو؟ شنو صعيب في هذو؟ امكانيات صعيبة يعني شكونو المهرجين اللي نجم يعطيك بش تخلص الناس ميفش تتبع امتاجيا انتي اليوم تنظيميا تبدلت المعطايات؟ معك بو دينار اليوم؟ معاي بو دينار ولكن المهرجانات ميزانيات هم ضعضعت يعني على العوامل يفت ومننجم كان منا حتى تنظيمين نصور من الناس اللي هم ينظم بالجدائي ايه بطبع احنا مشينا لبو دينار على خاطر يعرف المرشي وخاطر يعرف اكثر منيانا يقعد ميدانا راني مانيش ما متظلع فيه هنا عملنا والعملت تجربة انا اكثر سينماية يعني فهمت و اوديو فيزويل ليشو هذو عندهم ماليهم يعني ويمكن زادا مسألة الاسماء اللي تلمت في اللمة هذيك بتاكرتاج ما عاش تتلمع لخاطر التزاماتها؟ فهمة اللي عندهم ملتزامات وفهمة اللي كانت من الأول من الأول حبيت نعمل العرض الكبير حبيت نعمله مرة على الأقل مرة في حياتي ورأوا عندي فكرة متاع عرض اكبر من اللي صار عمناو المكرتاج خطفهم بشها شخصيات عندي اليوم مشاهد زادا كانوا نجم يكونوا موجودين لكن ما نكثارش تفصوية عنصوية شكون اللي كان بش يكون موجود وما توجدش وربا ما نجم نلقاوه في بنزارة نلقاوه في عرض اخرى كان تقريبا كيف مع عرض صفيقس يعني خطر نحب زادا نتولي عنه فهمة اوتوماتيزم مهم نجمش كل عرض نعمله برايف متاعه ونعاود نجيب فنانين اخرين ما عنيش الوقت لكن ماذا بيش خاص كان جا كان معاي عاصم بالتهامي ربيب سرايري برشا برشا فنانين كاملتواتي فتحي الهداوي عندي ليهم افكار يعني فهمتوا كان نجم يكون عرض اكبر من اللي صار من عمناول لكن من امكانيات ما تسمحش واللوجيستيك صعيبة يا سيخطوه بش تلم فنانين ومغنين في بريود تعصيف الوقت اللي نعرفو اللي عندهم عراب اللي عندهم مسرحية اللي عندهم تصوير اللي يعيش البره اللي تجيب وزادا كيف كيف صعيبة يعني حكي حمد الله صارت عمناول لكن لي ساير سنة فجأني على خاطر فما اونماجية جديدة فما انرجية اخرى خاطر عاودت انت في سبكتاكول قلت لي عاودت كتبت مرة اخرى عاودت كتبت وعاودت تركيز نكتر على المشاهد اللي هما مفيهمش برشا دراما خاطر فهمتلي جمهور كانش اللي فاناتيك بتاع المسلسل لكن هو مش معمول كان اللي فاناتيك بتاع النوبة هو معمول الناس لكل حتى اللي ما تفرجوش دونك حبيت نقعد في روح التسعينات في روح النسلجية دي كانت على المسلسل ميزان سور لسين اللي هما فيهم برشا اموسيان واللي نس تذكرتهم حفظتهم سوا في الضحك سوا في الحب يعني بشي تاكثر الغناء عبد الحميد ذي تولي في يعني الغنيات ما تبدلوش الحقيقة زيت معايا مصفى الدليجي مرة هذي هو كانت الفكرة ملول كانت في بدينا في اللايك ووقت اللي عملنا حفلة في رمضان جبت الدليجي وتليلي قفسي غنيوا مع بعضهم ديو متاع بار يفوت وكانت ماموم زيان ذيك هالفكرة الاساسية بشي نقوله راوم فماش مشاكل راوم سيبافري خطر حبه يحمش اه حبيت لما بشتعتي الميساج متاعك اللي كول هدفي يعني متاع عشق الدنيا عشبت في الاخر عشبت هو معنا تو مصطفى وعندوها مامون زادة نعملوا فيها نوماج الفاتمة بوسيحة اللي اه تمانيت كن حضرت عليها وقت النوبرة اي كانت موجودة يعني وريتها انا في المسلسل وريتها دودو وهي اسماعيل حطاب في مشهد يحكي معاهم كامل تويتي لكن اه العرض هو بيدو نفس السحر متى حسب الردود الافعال اللي انتي شفتهم في سفرس ايه يعني انا غيوسي اقادي الاسبخيم تاع المسلسل يظهر لي فورما هذي اصح المشي اكثر للغنية او انك تطوع السبكتاكل اكثر للغنية هو منعنش اذا كان مربوط كام بالمهرجان الصيفية ولا لا لا مش مربوط كام بالمهرجان الصيفية لكن نعرف ولي فما ناس تجيل تونس كام في الصيف من برجة موتنا بالخارج وصني انا ميزي على الريجيون عمناوا اللي عملنا كرتاج لوفيرتور السنين كانت الستراتيجي نمشي من الناس اللي ممشينا لهمش عمناول وخلينا كرتاج في اخر التغنية بتاعنا بالنسبة للكتاب عنا بتبيع اذاك بنزرت ثلاثة شقوة ثم زادة حتى موعيد اخرى موجودة في سبتمبر في كرتاج ان شاء الله خارج المهرجان شكون الشخصيات بش نقاوها موجودة بالنسبة للعرض بنزرت نفسهم اللي موجودين في سفيقس ايه تقريبا هم ابيدهم ايه ما يتبتلوش هم ابيدهم نفس الشخصيات اللي خدمنا معاهم لازمنا قدمون تقريبا نفس العرض وديما نحاول ديما نكون ما خير يعني فنجمش نعم العرض في بنزرت نوع وفي سفيقس نوع وهو حتى في الاغنية انتي ظني الاساس انه سمحني الاساس انه هو انه كل فنين يغني غنيته ايه اذاك هو الروح متاع العرض ثم فنين طلبوا يحبوا يكونوا موجودين في عشاك الدنيا في العروض هذي اللي قاعدة موجودة خارج حتى حوه ثم نعرف اللي فنين ماذا بيهم يكونوا موجودين لكن انا اخترت الفنين اللي غنيهم استعملناهم في المسلسل ما كانش مهيش صار الفن شعبي يعني فهمتوا ما همش اغاني موديرد حتى يعني الفنين اللي موجودين كلهم عندهم اغانيش دد لكن غنيهم كانوا غني متاع تسعينات انتهم اللي تعرفوا بيهم ولي انا حبيتهم يكونوا موجودين قداش نجم تعيش عشاك الدنيا حتى لين أنا نقلق قداش تحب أنت مثلا نجم نقلق فيه لحظة أرد نجم تقلق نجم في السوالين بعد نجم نقلق لا بالحق منعاش هذا العرض قداش نجم يكون ثم تواصل لي كي نشوفه عروض أخر النوبة التسعينيات التوى يحكيوا عليها مثلا تتمنى أنه تقعد في التاريخ نتصور أي ما زلت روما ورينيش العرض المصور أنا صورت كارتاج عم ناولدرا نصورينه بتكنيك سينما يعني فانتا فيك دي كاميرا متاع بروفسيوني لكن مزانا ما ما نطينيش نتصور إن فواية تحط العرض ذاك الوقت نجم يقعد يعيش مدى الحقيقة كما النوبة يعني والعروض بالنسبة للعروض العروض جمهور هو اللي حدد سكت العرض اللي يزم يقف والليه نهارت لي الرائل اللي معاتش فهم أقبال على عشاك الدنيا نتصور نجم يوقف نيوم جماهيرين ثم الإقبالي خليك تواصل بها عروض أخرى أكثر من عم ناول فما ناس في سفيق سكتشفوا العرض تقوش عليها ما عملتوش عم ناول آه فقنا عملت أربع عروض عم ناول فهمت لكن فما ببليك قدتك الجيهات را ومش تونس را العاصمة الجيهات هما أكبر من تونس العاصمة بيسر على ذاك إحنا ركزنا معاهم وخطر يستحقوا ماذا باي نمشي تونس لكل باي وانتو كام نبداو ببنزرت الساعة وبعد عروض الكارتاج وثمه علش لا يكونوا موجودين في أكثر من مش نحكي لك على تجربة أخرى تو عشا قدني ذاك العرض من تواصل على تجربة التمثيل اللي رجعت لها في المصرح مع بي نومي هاي تمثيل هوايتي الأولى ونديمع نقولها الشخص كان جيت ممثلك هوا من إيش مخرج جيبالو تالوع بتاع الممثلين نخدم معاهم دي ما يبهروني لكلهم راو خطر تمثيل أصعب يسر الرجع مع عزيز جبالي في بي نومي اي رجع في الروح كنت خرجني من خرجني من حفرة بالحق كنت عندي برشة شكوك في كل شي لكن عاود حييني المسرح والتياتر وتلميت مع صحابي هاي العزيز ياسمين عاودت رجعت للباز حتى شخصية شخصية البلد هذي اوه متاع بي نومي ان شاء الله شخصية شخصية البلد هذي اللي قاعد من عاش في الكتابة تشارك معاها هو كتابة عزيز وصبر وسلاتي لكن انا نزيد في مرة هذية رو بريسك النص كله مكتوب جبت شوية من عائلتي عماتي هذي بشو قولك من عاش رأى في شخصية اخرى سيدة غير رأى شوية في الوالد زادة اي فامة منه اكيد فامة منه احنا جايين من غادي لكن اخذيتها ببرشة ببرشة كاريكاتور يعني فامت يعني قاعدت نضحك نضحك على هذو ما اللغة وجليني سيدي وقاعد تتعدى الجهويات اي كله هو بانسير فامة منه يعني فامة العرض لكله ماهوش فوكيهي اكا هو فامت بشتكمل في التجربة هذي اللي عايتلي نمشيله وانا كنبدأ مقتنع بالرول لكن ما عايتوليش برشة رأى الحقيق ونفهم مخرج ممثل رأى وصعيب ياسري عايتولو مخرجي فامة عملت برشة دوار عملت مع ديزا باريسيو عملت مع نوري بوزيد بخباب لي حتى مع روحك نحكيو على هذو ما مثلا هذوكم ايه كله هالصالح فالنوبة زينا نحب التمثيل خاطر نيجو سويليبغ في التمثيل كل اللي نعملو كله صحيح ومهمو فيه حتى حد وشخص كنجيت نعيشها كيكة في الدنيا ممثل مهموش برأي الناس شنا هو انتو لكينا كيكة فامت ذيك المدرسة شكول لحب انت ذا انت مخرش والتمثيل كيما قلت حاجة تحبها برشة شكول من المخرجين من زمالك تحب تخدم معه تحب ومعناها يعياتلك في خدمة من الخدمات اللي حظر فيها وعندك ثقة فيهم يعني وعندك ثقة فيهم برشة زيد ليتيم مجدي ساوسن سلاسعد وسلاتي هذو ما نحكي في التلفزة في السينما برشة مخرجين برشة مهدي برساوي نعرش بينسول الكبار لكل هم اللي تعلمت عليهم ما عنديش حتى عقدة راني نولي ممثله ونسمع على الكلام ونحب يعني جوا ذيك إذا كده عيد طولك تكون موجود في أي عمل بار أي كان أنا بش نزيد له حاجة أي أما كم جوز بش يستعمل اسمي نحسها روزي ده كيفش بتحسها نحسها كيبدأ رو الجوز بش نتعدى كهو فمت نعملها وي كيبدأ فهم فازق شرفية أي شرفية ليه ميفوك هنا زيدة جماميوس فيه لغول كيفية تقيمها تجربة بينومي اليوم مش بالسهل ها أنك تمشي تخدم معناها سيري متاع مسرح في في التياتر وتتواصل كل مرة حلقة جديدة كيفية تقيمها التجربة هذي تجربة جارئة جدا من عزيز جبالي فكرته هو كنا خايفين أساسا هو اللي الجمهور ما يتبعش يقول لك ليها نحب صارت حاجة غريبة اللي هو نس كل اللي فلت الحلقة الثانية تاوي حبي يجيها في حمامات ولي فلت الحلقة الثالثة وكل حلقة ما تشابهش للأخرى سين شالانج غير سي هو بتطفيق لي بشي كو موجود في الحمامات في سينما بشتراو فيلم إبرا إن شاء الله هاي معناش عليه برشح هاي بغل الماما تاوينا أنا مركز كان في العروض لحقيقة مركز 100% في العروض كل خدمة لازم نيش ندخل فيها خدم أخرين وقتاش يكون إبرا هل بثنا مش يكون في جي سي سي إن شاء الله إحنا نقدموا الفيلم لكن مشنا ننقرر يعني فما لجنة اللي تختار فما برشح فلائم سنة وين سراوهم بهين ان شاء الله ديما يقعد جي سي سي موعد مهم لجمهور بشي كتشف الفيلم جديدة انتي قلت اللي هو إبراح حاجة ما تشبهش للي خدمته حاجة مختلفة تماما فيش نوى الاختلاف عبد الحميد أغزر من جمش تاوي شاكر اسمعني تفسلك عليش خاطره فيلم كبير يسر سو جيم تيعو كبير يسر من جمش نحكي هكا غبيد ما نظلمه نظلم الفيلم ماي قريبا مش نجي نحكي كين عليه مرحبا فمن تتاوي جيتك بالحق على العروض نوع خليك شوفناك ساندغام سوسيال ساندغام سوسيال سيفخيز كويكلو يحكي على موضوع أنا كيمتوش انغميما وإن شاء الله إن شاء الله فيلمدين نجمو الراو قانون اللي هو شنو نجمش قولك عليه صدقني نجمش خطر مش معينيش ولا نتكبر ما نجمش نسيبو هك باي هو اهتمامك بالمواضيع عبد الحميد الراو فيه حتى على ما يتكتبو على الفيسبوك مهتم دي ما دي ما موجود ما عاش بيش نكتب في الفيسبوك خطر كل ما ينكتب نندب آخر مرة بمعناها مثلا على العروض اللي تم لغاءها في سويا في قرطاج ولا غيره رينيك تفعلت ما تكلمت والكلام ما نعاش صار عليه صار عليه جدل اي فهمه اللي يفهمه وفهمه اللي يفهمه بالمقلوب وفهمه اللي محبش شو المقصود كان بين الحديث على اللغاءات اللي صارت كانت الفكرة هي انا نعتبر العبد اللي يهتم بالمشكلة اللي هي صارة طوام تاع كيرثر الحقيقية يعني صارة في تونس والمعلومات ستين الف معلومة في النهار متعرش تحكي لموضوع الاجراغين النظام اي يعني ما نتصورش نستنعو في الغام بيش نحكي وعليه كل يوم منستنعو الغاء فنان اجنبي وكانت الكريتيك متاعي للمجموعة من بتاع ناس غلطة اللي انا معاش عودة خاطران اراو فيسبوك يخرجوا ليش اللي يخرج لكنتي وكان الرا في اعباد جاوبتم هما سوف كتعمت الناس اللي خذتها على العموم نحكي على الناس اللي كان جاي مترو وبيك فلو وما بطلوش رغم عمرو ما حكيو عليها مشكلة تونس لكن هارتلي بطلو فجأة ولا يسبو في البلاد ويسبو ولا هم عندهم الحق فيقون على رواح نوخ وإحنا فيقين رغم غير بيك فلو اي ولي فهمني تخدم تخدم على الموضوع هذا اللي هو موضوع شاغل الناس اليوم اي موضوع انساني يهم من يراه مهما كان اروح بشر اهم من اي حاجة اخرى كنت شوف تصور من الناس يعني ما تنجمش ما تتعطفش وما تنجمش ما تحشمش خطر موش باي الكلام اللي قاعد يتقال علينا انا كفنين تونسي ما يعجبنيش الكلام اللي قاعد يتقال على تونس فهمت ماذا بين حلو اما بعضنا مش كله قاعد يتقال فيه فيه الصحيح وفيه الغلط هذيك اللي انا مش عارف وتوان هو الصحيح وانا هو الغلط دونك بزيلت مش واضح الرؤية لكن التصور ما تنجمش ما تكونش ما تعاطف معاهم ما تنجمش ما تكونش شوكية وتقول شلم يعني ما يشبهناش شي هذي تونس ما يشكيكا جملة وحتى كين يحبوا يمشي ونه في بنا اللي تونس راسيست بتاتر فما منهم اللي راسيست في اي بلاد حتى في فرنسا حتى في امريكا لكن مش تونس لكلها وما تصور حتى تونس يقبل بالشي هذي على كل نرجعون الموضوعنا 13 اوتي على روكح مع رجين بنزرت الدولي 2 سبتمبر 8 سبتمبر في خوفتني برش الحفلة شو اللي خوفة جمهورها جمهور بنزرت وما أدرك حبيبي لا لبس ان شاء الله بقودة ربي اي لبس ما خوفتكش كارتاج ولازمني نعطيهم الرهبة بتاع كارتاج في الافتتاح شاية على روح ماشي كيف كيف مش كيف كيف مش كيف كيف الجيهات أصعب شو الفرق الجيهات ممشونهمش الناس ديما دونك يبدو متعطيشين وملزمكش يحس وكانك سنسير ولا كانك تبلفت ودونك لازمنا كتسان بورسان كانك في كارتاج لسان بورسان في الجيهات لازمك أربعمائة بالمئة سول داوت مو من نسبة معرش معديش فكرة ومهوش أهم حاجة وحضور الجمهور والله العظيم حجور هذك انتجي ينسيخ توي بش نجم تخلص على العباد وبش نجم سوفو لابيند وكونتينوي لكن عشرة من الناس روهم يجيوا كل مسرح كيف ما ألف تقدرهم كيف كيف لازم طبع شفنا لما حنا شفنا سفيقس الحضور تستنى الحضور إن شاء الله في بنزرد اي وكل جمهور روحوا رو هو اللي يعطي تنبوه متاع الحفلة يعني كالسلداوت في سفيقس وصلداوت في بنزرد مش معناتها رو بش عاملوا كيف كيف نجم فما ينطر ماجي تشتتخلق رو وإن شاء الله ما يقصش علينا الظو باركونت في بنزرد وكانتص الظو جيتنا بزهر نفس اللي يصير خسف نفس اللي يصير في سفيقس نفس اللي يصير بالحق أنا ديما أنا نكتشفو جمهور فهمتني أنا خاطر بالحق يعطيك مليترا قاعد يشوفو فيه نحنا حتى بيحضور الفنانين توانسة شوف الحفلات ها ومفهم أقبال جمهوري على الفنانين توانسة وحاجة تشرف وتخرج شكنت أبعت شكنت أبعت عبد الحمين رأوف مهر شفت الحفلات متاعه نورد ومرتضاء مرتضاء سوربريز النس كل مش فهمين شبيل عبية جيته يشهتوا خاطر يحبوا وخطر يتابعوا فيه ويخدم ونفهم حتى حد يعاب بكارتاج كان ما يخدم مشراه وماشي بالزهر بالتباع في الجملة نفس اللي يستنعوا إن شاء الله في عرض مهرجين بزهرت الدولي نهار 13 شهود عشية الدنيا بش تكون موجودة 2 سبتمبر 8 سبتمبر في كارتاج بالتوفيق عبد الحميد عايش إن شاء الله ربي معك ونتي جيت فرجت في واحدة منهم جيت جيت في كارتاج وإن شاء الله بش نجي بنزرت من عش التاريخ 13 شهود بش يتيح إذا كان بلأوقات الخدمة أخويا مرحبا بيك وكل ما نحب نوصي جمعة بنزرت بش خطر العرض نعرف لفما برشة اكسيتاسيو وفوغي لكن ديما عشق الدنيا جمور متاح في أي بلاسة نمشي ولها مسيروش مشاكل الناس كل جي بش تفرح وعائلات يجي ودونك نوصي الناس كل بش ترتباه على بعضها نحن نحضرين رويحنا من اليوم نحضروا في حاجة مزيانة مرحبا بيونس كل يعني حتى في استاد نجمونا عملو نحن راو فهمت كرتاج مرة أخر على شلية في مهرجين جمهور راوها كتلة كاملة فهمتني مش بالكعبة فهمت تسمع تزغريت والعياد قبل ما تدخل تفهم لي هو حاضر وإن شاء الله باللي مساجي جاينا فما نيسروا قصة تسيكر جايوا من بره للعرض مسؤولية فهمتني ونعرف وسامعين على بنزار شكونوا جمهور وبابا يحكي لي ونعرف جمهور بنزار رانا فرحانين ياسر لي ماشيين لهم وإن شاء الله تعادة سهرية خرم لي فيهم خاخنا الكل شاء الله بخدت ربي ثلاثة شوت على ركح مارجين بزارة الدولي عوشيق الدنيا عبد الحميد شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك